نتحدث الآن عن تصريحات جديدة لمستشارة بشار الأسد وتصير على قضية انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية كما تعلمون أردوغان ألقى خطابا قبل مغادرته إلى نيويورك وقال للشعب نحن أي تركيا نحن جاهزون للتطبيع مع نظام الأسد ومباشرة بعد هذا التصريح مع الأسف السيدة شعبان قامت ببعض الكلمات في عمان ولكنها كانت مثيرة للاهتمام أولا إذا قرأتم وقارنتم الكلمات الموجودة في وكالة أنباء صنعاء تختلف عن تصريح شعبان هذا أمر مثير للاهتمام والأمر الثاني أعتقد أن الأسد ونخب المحيطة بالأسد منفصلون عن الواقع حولهم لماذا؟ لأنه لدينا سوريا الآن سوريا فاشلة سوريا منهارة والدولة تهيمن أو تسيطر فقط على المنطقة التي يسمح لعائلة الأسد أن تسيطر عليها من قبل روسيا وإيران وإذا نظرتم إلى ما يحدث الآن في لبنان وغزة والضفة الغربية والأردن والعراق على الأسد أن يحول أن يتحول أو يغير نفسه وأن يكون جاهزا لتحول الديمقراطي ولكن كلمات شعبان تشير إلى عكس ذلك